توفرت معلومات للجيش اللبناني أن بلال الحج يوسف متورط في إلقاء قنابل في مدينة طرابلس في الأيام الماضية فتحركت قوة عسكرية نحو مكان إقامته في سوق السمك لإلقاء القبض عليه ولدى وصولها إلى المكان حاول عدد من المواطنين من بينهم عدد من النساء اعتراض طريقها إلا أنها تمكنت من اعتقاله بعدما أطلق الجنود بعض العيارات النارية في الهواء بحسب ما قالت مصادر عسكرية إثر ذلك توسعت عملية قطع الطرقات في الأسواق الداخلية وتدخلت وحدات الجيش مجددا ونجحت في احتواء الموقف وفتح الطرقات ولم تكت تنضي فترة قصيرة من الوقت حتى عاوض مواطنون في الأسواق الداخلية قطع الطرقات ولسيما في منطقة التربيع باب الحديد وتدخل الجيش مجددا لإعادة فتح الطرقات إلا أن المدعو عمر الحكيم ألقى من سطح أحد المباني قنبلة يدوية باتجاه مجموعة من العسكريين ما أدى إلى جرح خمسة منهم من بينهم ضابطان كما جرح أربعة مدنيين وقد طاردت قوة من الجيش ملقي القنبلة وتمكنت من إلقاء القبض عليه كما داهمت وفتشت منزله في منطقة الإب ترجمة نانسي قنبلة ترجمة نانسي قنبلة